السلام عليكم النهاردة يا جماعة هنبتدي جزء جديد في الكورس من دغاية صناعية وهنتكلم عن موضوع شاير جدا لنا كلنا وان شاء الله يكون يعني محل اهتمامكم به زي ما انتم هتمتوا بالجزء الاولاني الواحدة ديت هتتكلم على البوليمر او البوليمراب باللغة العربية احنا عايزين طبعا نفهم كلمة البوليمرات او البوليمرز البوليمرز بكل بساطة جدا هي جزيئات كبيرة تتكوم من وحدة بنائية متقررة بنقول عليها structure unit طب هي ايه البزرة بتاعتها كل حاجة بديها لها بزرة بزرة البوليمر هي المونيمر الوحدة الاولة دي مونيمر يعني وحدة 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 يعني مثلا كربون يعني مثلا ممكن تبعا كده هوت كربون وحدة فالوحدة شيء اللي هي اللي بنبنى عليها structure unit ونكون بينها البوليمر اللي هو جزء متعدد طبعا ده و احنا جينا كلمة بوليمر اللي هي بصو ظريفة جدا بولي يعني متعدد ومر يعني سلسلة يبقى سلسلة متعددة الله طب ومونيمر مونو يعني واحد ومر يعني سلسلة يعني سلسلة ايه واحد خلاص لاحنا ممكن نعمل الشهي اتش تو ديه ممكن نزودها كمان هنا كده ودي مجموعة زي بتاع تبولي السلين فنأتي نكتبها الشهي اتش تو الشهي اتش تو كده هو كده كل ان اصبح الوحدة بتاعتي هي الشهي اتش تو الشهي اتش تو لها المونيمر اما البوليمر هو الان بقى كم واحدة متقرره الواحدة دي كم مرة الف الفين تلاتة الاف و خمسة ستة سبعة و هكذا طيب ده بالنسبة للبوليمرات البوليمرات بتدخلنا لحاجة تانية اسمها الماكرو مولوكيول ماكرو مش ميني ولا كده هو تلق ماكرو ماكرو جزء عملاق وده الواحدة الجزئية بتاعته فوق الالف فوق الالف او بيتكلف من الف وحدة من ميت وحدة بنائية يعني الان دي شايفين الان دي بساوي مية يعني الان دي اول ما تساوي مية بنقول عليها ماكرو مولوكيول وفي الغالب بيكون البرتينات بتاع الجسم الانسان او بعض البوليمرات العملاقة زي السليلوز او زي الستارش في شور متعددة طيب ده بالنسبة للتعريف الاولي هو التعريف بتاع البوليمرز ومما يؤدي اليه اللي هو جزء العملاقة طيب احنا عايزين نقسم البوليمرات البوليمرات ربنا خلقها لها تأسيمة زي ما فيه عندنا في الانسان فيه ذكره فيه انسة برضو في البوليمرات هنقسمهم تابع الخصائص بتاعتهم طبعا مثل ذكره انسة يعني فهنقسمه اول تأسيمة هي اختلاف الخواص التركيبي الجميائي الله يعني ايه يعني ان عندي فيه بولمرات عضوية ومعنى الكلام ده ان فيه بولمرات غير عضوية ضيب البولمرات العضوية فيها مجموعات متجانسة يعني مجموعات متجانسة ماشيين كربون 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 هذا المونيمر و هذا البوليمر يبقى نوت مجموعة متجنسة و في الغالي تبقى زرات كربون في المرات العضوية يتبقى مجموعة متجنسة إذا كانت أول واحدة ثلاثة اكسوجين دخل الزرة تانية مختلفة فيها كربونيل. وبعدين هنا مختلفة. ده اللي هو بنقول عليه البولي أستر. وده السليلوز اللي موجود فيه أوراق الشجر. شوف اهو ماشي. هنا كربون. وبعدين هنا فيه اللينكش بتاعته هي عبارة عن A, L, O. وبعد كده هكذا. ودي نفس الكلام. فالواحدة اللي شابكة ملناش دعوة بالواحدة اللي جوه ديت. هناك لو ما كنا مشوف الكربون بصوا. حتى الواحدة اللي شابكة هي ايه كربون. دي مهمة جدا. طيب. ده بالنسبة لبرامرات عضوية منتجنسة وبرامرات عضوية غير منتجنسة. هننخش بقى لبرامرات الغير عضوية. البرامرات الغير عضوية زي ايه. طبعا بيتتكون من السلسل تتحوي على السيليكون او الناتروجين. ومعها طبعا الكربون. فنشوف هنا مثل البولي سيليكات البولي سيليكات. هذه السيليكون اوكسجن. السيليكون. أكسجن. سيليكون. نجدين اوارجانيك. هل في هنا فيه كربون؟ لا. ممكن الجوانب. الجوانب يبقى فيها كربون. ما مشكلة. اهم شيء هي السلسلة نفسها. السلسلة نفسها عبارة عن مراكبات غير عضوية. السلسلة نفسها CIO وهذه CO3. مش مش مشكلة. مهم السلسلة نفسها. في عندي بوليفوسفيت في الإزاز في البولي سيليكات طيب كده احنا خلصنا التأسيمة بتاعت البولومورات